أنا بس كلمة أخيرة هقولها عشان بعض الناس الحقيقة تحولوا إلى مجرمين أنا النهاردة وصلتني رسالة من أم بتبكي بتبكي يعني ابنها في الجيش وبتبكي عليه رسالة طبعا ما قدرش تسمعها لحضراتكم مستحيل يعني لكن ابنها في الجيش ابنها مجند في الجيش وهي بتستغرب أنه في ناس من عندنا احنا بتهاجم الجيش كله وبتعتبر الجيش كله خوانة والجيش كله ولاد كذا والجيش كله لازم يباد ونولع في كل عسكر الجيش فهي بتسألني سؤال وهي بتبكي والله والله يعني تسجيلات لو أنا زعتها لا أملك أن أزعها ولا يمكن أن أزعها بس والله العظيم تحسرك ست ابنها في الجيش بتقول لي ابني عسكري يعني هو خدوه عسكري وابني مجرد واحد موجود لا بيعرف يشيل بندقية ولا رفعها على حد ولا بيعمل أي حاجة ده عسكري عادي يعني ابني عسكري في الجيش خلص وهو هيخلص السنة ويمشي ويتوب ويروح يتجوز ويروح يعمل أي حاجة بقى يعيش حياته ويخلي في عيال ابنها حصلت له مشكلة صحية من الرعب فبتقول أن ابني حصل له مشكلة صحية كبيرة اللي أنا كنت المنتظر ده يخلص الجيش ويتجوز وبقى له أسرة حصلت له مشكلة صحية لأن الولد مرعوب جدا من اللي حاصل في الجيش وخايف يستدعوه هناك ويخش بقى يتضرق اللي قدر الله طبعا ربنا يستور عليه يعني فبتقول دول ولادنا أنتوا ليه بتدعوا على الجيش كله ليه بتجمعوا القادة الكبار مع ولادنا وبتقول كلكم دخلتوا الجيش وقضيتوا سنة هل معقولة نحسبكم على الخوانة دول وهي معانا على فكرة هي مش ضدنا خالص دي بالعكس معانا وبقلب وبضمير وكل حاجة لكن بتقول هل معقولة تحسبوا ابني على حجاز الخاين وعلى وصمع عسكر الخاين وعلى أحمد وصفي أنا ابني داخل طب لو ما دخلش الجيش هعمل إيه هيروح السجن والسجن إيه بقى حربي وما أدراك أما السجن الحربي طب لو ما دخلش الجيش وفضل إيه رب مش يشتغل مش يقدر يشتغل ولا يطلع بطاقة ولا إيه حاجة في الدنيا طب يعمل إيه ابني ليه يطلع ناس من عندوك يقولوننا الجيش ولازم نولع في الجيش كله ولازم نحرقه وناس شمتانة في الجسامين دي اللي شفناها تقول ليه ناس شمتانة عندوك في الجيش في اللي سقطوا الشهداء دول طبعا أنا حلفت بالله أن أنا لا شمتان بالعكس أنا زعلان وأنا نيابة عن أسرة برنامج مصر النهاردة وعن قناة مكملين أنا بقول لحضرتك أن إحنا نأسف الحادث ده وأن إحنا حزانة على الشباب دول خاصة الزابط اللي هو ملازم أول وأقل جندي اللي هو من ساحل سليم وكلهم في بعض هما في النهاية بشر هما في النهاية أسر هما في النهاية ناس ربنا حرم دموهم وحتى لو أنا معرفش في الدين أعرف في الإنسانية ما حدش قال في الدنيا أن الناس دي تتاخد من الدار للنار عشان تحمي الجعر اللي قاعد على الكورسي وما حدش قال في الدنيا أنه من العدل أن أجمع دول على محمد زكي وزير الداخلية أنا يا مادام أنا كنت في الجيش أثناء حرب الخليج وأنا حضرت اليام السودة دي نفسي والله حضرتها وأنا أحكي عن كلام أنا شفته وجمعونا هما في مركز تدريب والمركز ده كان قريب ما كانش بعيد قوي يعني كان عند الهاجستيب وأنا فاكر أن إحنا كنا بالنام بالبعدة الحرب يعني بالخوزة وكل الحاجات وبالجزمة كل حاجة يعني ليه بقى لأن كل يوم فجر كل فجر قبل ما يدن الفجر يضرب البروجي والمعسكر ينور وأول ما يضرب البروجي والمعسكر ينور لازم كلها نجمع في الخلاق ده في الطوابير نقف طوابير ونقف طبور كل واحد لابس عدة الحرب بتاعته أو اللي استلموا كله من الجيش ويقف واحد بالميكروفون كده ينادي على الأسماء الأسماء دي رايحة فين رايحة تحر الكويت والله الذي لا إله لو قسمت حاسب عليه أن أنا كنت بس مع صوت البوكة من الجنود ما كانش فيه وقتها موبايلات سنة تسعين ما كانش فيه موبايلات فكان كل واحد وهو قبل ما يخش ينام يكتب رقم تليفونه في ورقة واسم البقال أو المكواجي أو الجار اللي لهو التليفون ده عساكر غلابة زي ما قالت المدام عساكر ما لهمش دعوة عساكر جايين من الصوام عشرج في صهاج عساكر جاية من أبنوب عساكر جاية من موت في الوحات عساكر مصريين ما لهمش دعو بحاجة ويكتب ويمسك الورقة دي بإيده وبعدين يستنى دوره لو يتنادى عليه يمدي إيده للورقة ويقول له خد الورقة فالورقة ياخد الورقة ويستنى يبقى معه ورقتين فيتنادى لو يتنادى عليه يدي التلات ورقات للورقة أنا شفت ده بعيني أنا حضرت ده ووقفت في التوابير دي وأحلى لحظة وأجمل لحظة وأمتع لحظة هي لحظة اللوريات خلصت اتملت وأفل لأسماء من تبقى من العساكر وكأنه أفرج عنه كأنه خد تتسريح من الجيش دلوقتي سعادة لا تنتهي لا تنتهي بس المدة ساعات لأن بكرة هيحصل نفس القصة شفت العساكر وها بتعيط لأنهم رائحين والله الذي لا إله إلا هو سبعين جندي دخلوا معايا مؤهلات عليا سبعين وأنا بقول الرقم لأني فكروا سبعين سبعين جندي بلغوا هرب وشفنا الطيرات في الصحرة بتجري تجيبهم بالطوف عشان تجيبهم من الصحرة سبعين أنا فكر الرقم لأن من الوحدة دي أنا فكر من السبعين خرجوا ورجوا على السجن الحربي عارف ليه هربوا السبعين لأنهم مش عايزين حربوا مش عايزين كل مؤهلات عليا يقولك إحنا جايين نحارب الإسرائيليين أنا مش جاي حارب عرب أنا مش جاي حارب خليج ولا مش خليج أنا ليه ياخدوني أرض تانية أحارب فيها أنا جاي هنا الجيش عشان أخدم بلدي في الدفاع عن حدود مصر أكثر من كده ما حدش طالبني سبعين واحد والطائرات طلعت بالليل بقت تلف في الصحرة لحد ما جابتهم إذن ما ينفعش نجمع ما ينفعش نقول إن أنا سنة التسعين كنت مؤمن برسالة الجيش المصري وما كانش ينفع على الإطلاق إنه ما قديش الجيش نفس القصة بتحصل اللي ماتوا الخمستاشر دول من أسر دول ولاد ناس غلابة أغنية دول ولاد ناس زنبها إيه الأم اللي بنها دلوقتي في الجيش وهي بتسمع الأرقام دي وإنهم استشهدوا وبعدين فوق ده شايف الإعلام غطي عن موضوع خالص وفوق ده كمان تشوف ناس شمتانة في ده زنبهم إيه الناس دي عشان كده بس الكلام ده للناس اللي عملت زايد الناس اللي عملت اللي عندها كروت الوطنية الناس اللي عندها كروت الكفر والإيمان اتقوا الله في الناس الناس بصراحة أغلب من كده بكتير أنتوا قاعدين بتربوا كروش وقاعدين في عز ما يكونش دعوا بالناس بقى الجيش المصري فيه خوانة قاعدة لكن جنوده مواطنين زيك زيه ما ينفعش الحقيقة نقذي الناس كده دي رسالة من أم لواحد جندي في الجيش المصري ناس قالوا الله اللي ابنها ولكل أولاد المصريين في الجيش السلامة ويوم ما تبقى مصر كويسة الجيش بتاعنا ده هيتطهر من الخوانة بتوقع الكامب اللي اتدربوا على يد الصعينة في كامب ديفيد أو بعد اتفاقية كامب ديفيد اللي منهم المجرم الجعر عفتح السيسي اللي منهم محمد زكي اللي منهم قارة الأفرع والألوية والأسلحة أنا غير دول ما قدرش أتكلم عن الجيش صدقوني الناس بتدفع فلوس كتيرة جدا عشان ولادها ما يروحوش الجيش ده الأغنية وفيه بقى اللي بيدفع حاجات تانية وفيه اللي بياخد رشاوي وفيه اللي بقى حاجات الناس مش مؤمنة بالجيش قوي زي ما انتم فاكرين كده أو زي بتسمعهم نسأل الله للشهداء دون نتقبلهم ربنا الشهداء ولأهلهم وزويهم يعني الصبر والسلوان وربنا ينتقم ويولع في عفتح السيسي ومن معه ومن ولا واللي بيزايد كمان زيه نتلافع سلون كامل شكرا